بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحدثنا في الدرس الأول في الوحدة السادسة عن مفهوم المصدق وبينا أن هذا المصطلح يستعمل كثيرا عند أهل منطق فبيناه وذكرنا له الأمثلة ونتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عن مسألة مهمة جدا وهي النسبة النسبة بين الأشياء وهذه النسبة يستطيع بها الإنسان أن يبين طبيعة علاقة كل شيء بشيء سواء الألفاظ مع المعاني أو الألفاظ مع بعضها أو المعاني مع بعضها ينبغي في البداية أن يعلم أن كل معقولين لا بد أن تكون بينهما علاقة تسمى النسبة أي معقولين لا بد أن يكون بينهما نسبة وقد تناول مناطق هذه النسبة بين مكثل ومقل بعضهم حصرها في نسبة أربع وهي المساواة والتباين والعموم الخصوص المطلق والعموم الخصوص الوجهي والسر الحصر في هذه الجهات الأربع عن المعقولين إما أن لا يجتمع ألبتة وإما أن لا يفترك ألبتة أو يجتمع تارة ويفترك تارة فإن كان لا يجتمعان أبدا فهما المتباينة كالإنسان والحجر فإن كل ذات ثبتت لها الإنسانية اختفت عنها الحجرية والعكس بالعكس فالعلاقة بين الإنسان والحجر التباين وإن كان لا يفترقان البتة فهما المتساويان كالإنسان والناطق فإن كل ذات ثبتت لها الإنسانية تثبت لها الناطقية والعكس كذلك فالنسبة بين الإنسان والناطق هي المساواة وإن كان يجتمعا تارا ويفترقان أخرى فلهما حالة الأولى أن يكون أحدهما يفارق صاحبه والآخر لا يمكن أن يفارقه وهذا هو العموم الخصوص المطلق مثل الحيوان والإنسان فالحيوان أعم مطلقا والإنسان أخص مطلقا الحيوان يفارق الإنسان عندما يتذكر فرص مثلا والإنسان لا يفارق الحيوان أبدا إذن الإنسان مندرج تحت الحيوان فهو خاص والحيوان عام فهذا عموما خصوص المطلق الحيوان أعم دائما من الإنسان لأنه يشمل الإنسان وغيره والإنسان خاص بالنسبة للحيوان الثاني أن يكون كل واحد منهما يفارق الآخر في بعض الصور ويجتمع معه في بعضها فهذا يسمى العموم الخصوص الوجهي مثل الإنسان والأبيض يجتمعان في الإنسان الأبيض كالعربي مثلا وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج وينفرد الإنسان على الأبيض في غير العربي كالزنجي مثلا فهو إنسان أسود إذن يلتقيان في شيء ويفترك كل منهما في شيء الإنسان والأبيض يجتمعان في الإنسان الأبيض العربي لكن بعد هذا يصبح الأبيض أعم من الإنسان في غير الإنسان العربي وذلك كالثلج مثلا أكله الأبيض فإنه أعم والإنسان يصبح أعم من وجه آخر في غير العربي مثلا فإنه يشمل العربي الذي هو أبيض مثلا ويشمل الزنجي الذي هو أسمر أو أسود فكان أعم من الأبيض من هذا الوجه بعضهم أوصل النسب إلى 15 نسبة وبعضهم جعلها بين هذين العددين وبعضهم جعلها سبعة وبعضهم جعلها ثمانية وهذه النسب سردها يطول لكننا سوف نقدم خلاصة مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى تتناول هذه النسب وقد ضمنت في هذه الشرائح تفاصيل هذه النسب جميع الخمسة عشر بأمثلتها ببعض المسائل الجزئية الداخلة تحتها لكنني أفضل أن أختصر في خاتمتها على خلاصة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون كافية في التعريف بهذه النسب والذي أود أن أركز عليه في هذه النسب هو أنها مهمة جدا في الحكم على الأشياء يعني أحيانا يكون حكامنا خاطئة بسبب ماذا؟ بسبب أننا لم نعرف علاقة بين شيئين فنعمم الحكم ولو فرقنا بينهما عن طريق بيان هذه النسب لا استطعنا أن نصدرها حكما صحيحا فنحكم على الشيء من زاوية ونحكم على الشيء الآخر من زاوية أخرى فيخرج حكمين قد يظن الإنسان أنها متخالفة أو متعارضة وفي حقيقة الأمر أننا ليست متخالفة أو متعارضة إنما حكمنا على هذا بشيء بسبب كذا وحكمنا على شيء آخر بسبب آخر فانفكت الجهة وبالتالي صار الحكم صحيحا خلاصة تلك النسبة الخمسة عشر يمكن أن نحصرها فيما يأتي من خلال الأقسام الآتي القسم الأول أن يتعدد اللفظ والمعنى يعني اللفظ متعدد والمعنى متعدد مثل ماذا؟ النوع الأول يندرج تحته عدة ثانواء التباين وهو النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم ولا ينطبق أي واحد منهما على أي فرد مما ينطبق عليه الآخر مثل إنسان وفرس ثنين التخالف وهما المتغيران اللذاني يمكن أن يجتمع في محل واحد إذا كان من الصفات للذوات أي أن ذواته مختلفة ولكن الصفات واحدة مثل ماذا؟ مثل القطن والثلج فالقطن والثلج يمكن أن يشترك في البيض وكل منهما له ذات مختلفة على الآخر التناقل وهي نسبة بين معنى وآخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معا وعدم إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمنا واحد ومثال السرب والإيجاب مثل الحركة والسكون مثل الليل والنهار هذه لا يمكن أن تجتمع معا ولا يمكن أن ترتفع عن المكان معا لا يخل الحال إما أن يكون الشيء سالب أو موجب لا يخل الحال من أن يكون الشيء متحرك أو ساكن الشيء الواحد في زمان واحد ليس شيئين وليس زماني في زمانين أما باعتبار الزمانين أو باعتبار الشيئين فيمكن أن يكون ذلك الرابع أتضاد وهو نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما ولكن يمكن أن يرتفعان معا كل ذلك مع اتحاد المكان طبعا طيب مثل ماذا؟ مثل الحرارة والبرودة يمكن أن يكون الجسم ليس بحار وليس ببالد إنما في درجة متوسطة يمكن يعني يمكن يرتفعان الثلين ويأتي مكانهما غيرهما لكن لا يمكن أن تجتمع الحرارة والبرودة في آن واحد السواد والبيض يمكن يرتفعان ويحل مكانهما الحمراء ولكن لا يمكن أن يجتمعان الخامس الإضافة وهي نسبة بين معنيين إدراك كل منهما مرتبط بإدراك الآخر أي أنه لا يفهم أحدهما إلا بفهم الآخر لا يجتمعان في جهة واحدة ويجوز أن يتفع مثل ماذا؟ مثل أب والابن عندما تصور كلمة أب مباشرة يتبادل الذننا كابن وعندما تقول ابن فلا بد أن يكون له أب أو الفوق والتحت عندما تقول فوق هل يمكن يتصور الذهن لا يكون لها تحت؟ لا بد أن يكون هناك شيء تحت المتقدم والمتأخر الأول والآخر الزوج والزوجة هذه كلها يسمى الإضافة أو التضايف هذا فيما افترق فيه اللفظ والمعنى القسم الثاني يتحد اللفظ ولكن يتعدد المعنى إذا اللفظ واحد ولكن المعاني مختلفة أول أنواعه التماثل وهما المشتركان في حقيقة مع وجود وحدة اشتراك واحدة ولا يجتمعان ومختلفان من حيث الذوات للعرضيات مثل ماذا؟ مثل زيد وعمر كلاهما يترك عليه لفظ إنسان فاتحد اللفظ لكن المعنى مختلف زيد شيء وعمر شيء آخر الخمسة مثلا مضروبة في خمسة تماثل خمسة وعشرين عندما أقول خمسة وعشرين فإن هذا يصلح ينطبك على خمسة في خمسة وعلى خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة وعلى خمسة زائد ستة زائد سبعة حتى نكتم العدد خمسة وعشرين إذن خمسة وعشرين هذه لفظ متحد لكن معانيه متكررة كثير يمكن كل من هذه الأعداد التي تشكل خمسة وعشرين أن نشكل منها شيئا مختلفا عن الآخر التواطئ وهو ما يدل على معنى واحد يشترك فيها أفراد كثير بالتساوي مثل الإنسان بالنسبة إلى أفراده فإنه متواطئ بالنسبة إلى أفراده الإنسان زيد إنسان والرجل إنسان والمرأة إنسان وعمر إنسان والدعد إنسان وهند إنسان وهكذا إذن هو لفظ واحد وهو بالنسبة إلى أفراده متساوية أفراده في هذه الصفة والصفة الإنسانية المشكك وهو الكلي الذي يطلق على أفراد كثير لكن متفاوته في القوة والضعف والزيادة والنقصان مثل ماذا؟ مثل النور البيض النور نور الكهرباء هل هو مثل نور الشمس؟ لا البيض بيض القطن مثلا هل هو مثل بيض النهار؟ لا إذن نور في الشمس أقوى منه في السراج والبيض في الثلج أقوى منه في العاج الإيمان مثلا هل هو في زيد كإيمان عمر؟ لا متفاوت إذن كلمة متفقة أفرادها أفرادها من ضوية تحتها كلها فاللفظ واحد ولكن تلك الأفراد متفاوتة في الدرجة الاشتراك وهو النوع الرابع من هذا القسم وهو نسبة معنى إلى معنى من جهة اشتراكهما في لفظ واحد يدل عليهما ففي الاشتراك يتحد اللفظ ويتعدد المعنى على عكس الترادف كلمة عين موضوع لعدة معانم في اللغة الحاسر الإبصار والشمس والجاسوس والذهب إذن هي مشتركة بين هذه المعنى كلها القسم الثالث يتعدد اللفظ ويتحد المعنى هناك يتحدد اللفظ ويتعدد المعنى وهنا العكس من أنواعه التساوي وهو النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم إلا أنهما متحدان في المصدق فكل منهما ينطبق على جميع ما ينطبق عليه الآخر من أفراد مثل ماذا؟ مثل كلمة مسلم ومؤمن بالنسبة لمن شهد الله إله الله وإنه محمد رسول الله وذلك حال انفراد كل واحد منهما أما إذا اجتمع فكل واحدة تدل على معنى لا تفيده الأخرى كاملا الترادف وهو اشتراك الألفاظ المتعددة لمعنى واحد مثل أسد وقسورة وليث كلها للحيوان المفترس المعروف القسم الرابع هو اجتمال أحد المعنين على كل أو بعض أفراد الآخر وهو ينتنوع إلى أنواع العموم والخصوص المطلقة وهو النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم وذلك من جهة أن أحدهما ينطبق على كل ما ينطبق عليه الآخر من أفراد دون العكس فالأحدهما يشمل الآخر والآخر هذا لا يشمل الأول مثل حيوان وإنسان حيوان أعم من إنسان وقدم الرمع عن هذا كل حيوان إنسان لا لا يصح هذا الكلام إنما يصح أن نقول كل إنسان حيوان إذا الإنسان مندرج تحت الحيوان وأما الحيوان فإنه أعمل الإنسان لأنه يشمل الفرس النوع الثاني العموم والخصوص من وجه وهي النسبة بين معنى كلي ومعنى كلي آخر من جهة انطباق كل منهما على بعض أفراد التي ينطبق عليه الآخر ثم ينفرد كل منهما بانطباقه على أفراد لا يشملها النوع الآخر مثل إنسان وأبيض كما قلنا أنها تلتقي إنسان هيو الأبيض في مثلا العربي ولكن ينفرد الإنسان عن الأبيض بالزنجي فإن الزنجي ليس بأبيض فيقول إنسان أعمل هذا الوجه وينفرد الأبيض أيضا عن الإنسان في الثلج فإن الأبيض يشمل الإنسان العربي ويشمل الثلج فهو أعمل إنسان في هذا لأن الثلج ليس بإنسان وذلك مثل النسبة بين إنسان ومحمد وقد مر عفو عفوا وذلك مثل النسبة أيضا كما مر معنا هناك النسبة بين الإنسان والأبيض هذه يعني يتضح أن أحدهما أعم من وجه والآخر أعم من وجه آخر وأما النوع الثالث من أنواع هذا القسم هو الكلية والجزئية وهي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة كون أحدهما كليا والآخر جزئيا من جزياته مثل النسبة بين إنسان ومحمد فإن إنسان عم من محمد كل محمد يمكن يندرج محمد وزيد وعمر وغيرها من أنواع الإنسان في الدنيا تحت كلمة إنسان وإنسان تشملها وأما محمد فلا تشمل إنسان أبدا الجزء الكل وهو النوع الرابع نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة كون أحدهما كلا والآخر جزءا من أجزائه مثل النسبة بين خالد ويدها أو عينها النسبة بين الكرسي مثلا والمسامير والخشب التي تحويها إذن الأجزاء تؤلف الكل يتألف من الأجزاء كل وأما الكل فإنه إذا انفكت أجزائه تفصلت أجزائه فإنه ليس ما كله لا يبقى كلا إذا تفتح